تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة حققت اليوم عن نقطة سوداء ربما في تاريخ برشلونة نقطة باستخدمها كثير جمهور ريال مدريد ضد برشلونة إنها فضيحة وهي قصة انسحاب برشلونة من اللقاء الإياب ضد أتلتكم مدريد في بطولة الكأس الموضوع بيرجع لسنة تسعة وتسعين ألفين نصف النهائي برشلونة بواجه أتلتكم على الجهة الثانين إسبانيول بواجه ريال مدريد في لقاء الإياب بعد ما خسر برشلونة ذهابا بثلاث أهداف مقابل لأشيء أمام أتلتكم مدريد حصل موقف غريب جدا لعبين برشلونة وقفين على الخط إيقوارديولا ذهب وتحدث مع لعبين أتلتكم واعتذر لهم عن استكمال المباراة فأعلن الحكم انسحاب برشلونة وخسرت تلك المباراة وتأهل أتلتكم للنهاية شو اللي صار الفكرة كلها كانت إنه وقتها ما في شي كان اسمه جولة الفيفا يعني لما يكون في جولة دولية ما كانت كل المباريات في الأندي تتوقف إضافة إنه بطولات الكأس ما كانت مهمة الكأس في إسبانيا استعاد هيبت وأهميته لما إيجا جوارديولا عمل السوداسية حقيقة فهونا بلشت القصة الاتحاد الإسباني قال منلعب الكأس في وقت المباريات الدولية ما هي بطولة مش مهمة المشكلة هون إنه معظم اللاعبين كانوا في برشلونة هولنديين وهولندا كان عندها مباراة ودية فرحوا فما عاد عند برشلونة كفاية لاعبين ظل عنده 11 لاعب منهم حرسين وكان أيضا في مشكلة أخرى كان عشان تلعب بالكأس لاعبين من الشباب في قوائم وقانون قوائم وعدد لاعبين كان يمنع برشلونة يستخدم أكثر من ثلاث لاعبين شباب لأنه وقتها زي ما حكيت الكأس ما كان مهم فكانوا خايفين يقلب الكأس بطولة ناشئين مش بطولة كأس فكان في نوع من التجديد على الموضوع فبرشلونة وقع في الزاوية قدم برشلونة طلب يتأجر المباراة فما كانت نية الانسحاب لكن أتلتك ورفض أتلتك ورفض لأنه ببساطة كان بنافس على الهبوط وكان بده يضل فقالهم لو يتأجلوها ثلاث أسابيع بتجيبوا لي المباراة في عز الضغط عليه وأنا بدي أضل فلا مش حاجة بل أأجل ولأنه رفض أتلتك أصر الاتحاد الإسباني على إقامة اللقاء برشلونة بعد الانسحاب كان مهدد بغرامة مقدارها 2 مليون يورو وحرمان من بطولة الكأس السنة الجاي لكن الاتحاد الإسباني لكرت القدم تجاوز عن ذلك صحيفة نيورك تايمز في تقرير تاريخي إلها عن تلك المباراة بتقول كان بإمكان برشلونة يحل المشكلة لو لويس فانجال رفع التلفون على الاتحاد الهولندي وطلب أن يخلوا له 6 لعبين هولنديين اللي كانوا مع الفريق في المباراة الودية فكانت هي تعتقد أنه فانجال هرب من اللقاء الإياب بعد ما سقت ذهابا بثلاث مقابل لا شيء وأراد إظهار الموضوع أنه الحق على الاتحاد الإسباني في اليوم الثاني كانت العنوين جدا قاسية على برشلونة انسحاب تاريخي هذا هو الوصف واعتبر حتى يومنا هذا أكبر انسحاب في تاريخ الكرة الإسبانية المشكلة مش بس له المشكلة أنه في النهاية برشلونة طبعا انسحب أتلاتيكو اللي رفض التأجيل عشان ما يهبط هبط ولما لعب نهائي الكأس فاز إسبانيون فهالقصة كلها استفاد منها إسبانيون وما استفاد منها لا برشلونة ولا أتلاتيكو قصة من القصص الصعبة في تاريخ الكرة الإسبانية تنفهم لأن القوانين كثير تغيرت في كرة القدم خاصة بعد 2003 صار كثير تنضاف نوع من المنطق في كرة القدم أطلبوني القصة اللي بدكم إياها الجمعة الجاي في التعليقات ودائما أنا معكم محمد عوادي اللي بطلب منكم تشتركوا بقناة سيلبي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله